نهاردة وليد سليمان بعيزكم تتكلموا عن وليد سليمان أنت كنت النهاردة محضرين أغنية لي أو كنت محضرين تيجو تعمله إيه مع الاحتفالية بتاعته؟ إحنا طبعا عملنا يعني لافتة كده وكتبنا عليها تفضل في القلب يحاوي لأن طبعا وليد سليمان أسطورة من أساطير نادي الأهلي مش مجرد كلمة أسطورة فعلا أسطورة لأنه قد نادي الأهلي وكان بيلعب كل ماتش يعني مثلا فيها كابتن كده أحيانا تلاقي لاعب مستوى كويس في ماتش يعني يوم فوق ويوم تحت زي ما بيقولوا لأ وليد كان في كل ماتش بيحاول يعني في كل ماتش لأ كان بيلعب بروح وكان راجل فعلا والأهم من ده كله أنه هو مخلص للكيان صحيح إحنا عمرنا ما هننسى تضحية وليد سليمان عشان يجي الأهلي دي حاجة عمرنا ما هننساها هنحكيها على مر العصور كل واحد بيربي ابنه على حب الأهلي هيحكي له قد إيه وليد سليمان ده عشان الأهلي دي حاجة هتبدأ قلدة في أزهان وكان في وقت موقعات يا أمل لو نتذكر وليد لما كان ممكن فيه لزميله حواليه مش في حالتهم تلاقيه هو طالع بقى بيجيب الهدف ومكسب للنادي طبعا هو كارز ليه أهدف مؤسرة بشكل جبير أكيد أكيد وجوده في قط اللبس وفي الملعب شخصية قيادية صحيح لأ أنا يمكن وليد أخوي الصغير وأنا عارف قديه وبيحب النادي من زمانة من قبل حتى ما ييجي النادي أمل وامنية فربنا وفقه إن شاء الله أكيد واللي بيحب النادي بقول القلب عايزين نتكمل بقى في النادي في منصب إداري ولا مدرب إنته المكان اللي هو شايف نفسه فيه أهم حاجة هو يكون شايف نفسه في مكان هيقدر يستفاد منه ويقدر يفيد النادي كمان وحنا بنحب وليد فهنكون مبسوطين في أي مكان هيكون موجود طيب عشان أنهي معكم